ومصيرية جدا اليوم في مشوار بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكاس العالم قطر عشرين اتنين وعشرين المباراة هتكون الساعة تسعة النهاردة مساء في الجولة الرابعة امام المنتخب الليبي هيبعى على ملعب الشهداء بمدينة بنغازة في ليبيا طبعا الفوز النهاردة وتحقيق تلات نقاط او حتى التعادل هيأمن لنا بنسبة كبيرة جدا الاستمرار في صدارة المجموعة الستة المتواجدين فيها والمحافظة كمان على امال الفراعنة في التأهل للمباراة الفاصلة لان طبعا زي ما احنا عارفين اللواعب تنص على التأهل الفريق صاحب المركز الاول فقط صاحب المركز الاول بس هو اللي بيتأهل عشان كده طبعا كان فيه جلسات الجهاز الفني خلال الايام اللي فاتت دي كانت جلسات طبعا تحفيزية وحميسية طبعا نسبة كبيرة جدا للعبين عشان تحقيق الانتصار اليوم مهم جدا وانماتش النهاردة هو الاهم طبعا في مشوار التأهل للمباراة من اجل كمان الاستمرار في صدارة المجموعة يعني خاصة انفوز النهاردة يقرب منتخبنا من التأهل بنسبة كبيرة جدا في الفترة القادم منتخبنا زي ما عارفين في مركز الاول برصيد سبع نقاط وبعد كده بيجي ليليه منتخب الليبي بست نقاط ثم المنتخب انجولا بسلاس نقاط والجابون في المركز الاخير والرابع بنقطة واحد في حالة الفوز المنتخب الوطني المصري النهاردة كان منتخب الليبي ثم الفوز كمان على الجابون في مباراة القاهرة هيحسن بطاقة التأهل على طول بشكل رسمي للمباراة النهائي طبعا نظام التصفيات زي احنا عارفين بينص على تأهل المنتخبات المتصدرة فقط للمجموعات العاشرة في الدور التاني الى الدور الختامي واللي هيقام من نظام الزهاب والعودة بعد اجراء على طول الكرعة لهذه المواجهات ماتش النهاردة عايز اتكلم عنه بقى بصورة اكبر مش سهل على الاطلاق يعني بينفعش ابدا المنتخب يلعب المورا دي بمنطق ان التعادل يكفي لا طبعا دي مش حسابات كرة وده شيء خطير جدا وفيه مجازفة كبيرة جدا ولازم ناخد بالنا كلنا ان منتخبنا لازم يركز المنتخب الليبي ملعبش بقويته الهجومية الكاملة في برج العرب هنا في مصر لان تقريبا كل نجوم هجومه كانوا على دكة الاحتياط في هذه المباراة ومدرب المنتخب الليبي خفيار كليمانتي طبعا منزلهمش غير بعد هدف مرموش على طول زي ما احنا شفنا بعد المباراة وقدر المنتخب الليه ان هو يتغير بعد هدف مرموش الى حد ما انتخب مصر طبعا وليبيا تقبله قبل كده في تصفيات كاس العالم مرتين فقط غير نسخة الحالية كان في تصفيات كاس العالم 2006 وتفوق كل فريق في المواجهة اللي اقيمت على ارضه وسجل منتخبنا خمس اهداف في شباك المنتخب الليبي بتصفيات المونديال قبل ما يضيف مرموش الهدف السادس في المباراة الاخيرة كتيوم الجمعة طبعا وان شاء الله باذن الله كل التوفيق في الفترة القادمة لمنتخب الوطني مصري وان شاء الله نتأهل الى كاس العالم ده طبعا امنا كله